وقعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة وثقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية راس محمد ومدينة شرم الشيخ لحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن الوثقة تعد أول نموذج مصري فريد لتنظيم الأنشطة البحرية بمحمية راس محمد ومدينة شرم الشيخ وإنجازا لتنظيم عمليات الغوص والسباحة والسنوركينغ وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستعابية لكل مكان مضيفة أن عدم تنظيم تلك الأنشطة بالمحمية والمدينة يؤثر على السائحين والقادمين لتلك المحمية والحياة البحرية بها ومشددة على أن هذه المحمية آسات الثروة الطبعية لهذه المدينة